اما دراسات بيت المقدس تكعد رفنا الآن على تعريف بيت المقدس ووجهنا إليكم دعوة إلى إحياء مصطلح الرسول صلى الله عليه وسلم فنقول بيت المقدس طب ما هي دراسات بيت المقدس؟ ما هي دراسات بيت المقدس؟ أيضا هذا التعريف أذكر لكم التعريف الذي توصلنا إليه نتيجة أيضا لمناقشات استمرت يمكن عقب من الزمان دراسات بيت المقدس هي فرع جديد من المعرفة الإنسانية القائمة على منهجية الحقول المعرفية المتداخلة والمتعددة لاحظوا معي منهجية الحقول المعرفية المتداخلة والمتعددة بالإنجليزية نسميها انتر ديسبليناري and مالتي ديسبليناري بمعنى أصح أن دراسات بيت المقدس مفتوحة لكل إنسان من أي تخصص كان كان في الطب كان في الهندسة كان في الصيدلة كان في الشريعة كان في علم الاجتماع كان في العمارة كان في أي مجال من المجالات له مكانة في دراسات بيت المقدس إذن هي فرع جديد من المعرفة الإنسانية معرفة إنسانية قائمة على منهجية الحقول المعرفية المتداخلة والمتعددة بهدف ما الهدف لا زل في التعريف يهدف هذا الفرع إلى التحقيق في كل الأمور المتعلقة ببيت المقدس أي أمر من الأمور المتعلقة ببيت المقدس حتى بطعون عمواس نريد أن نفهمها علميا أيضا كذلك فمتعلقة بإقليم بيت المقدس أي شيء جغرافيا تاريخيا سياسيا علاقات دولية تفسير إلى آخر هذه الأمور نحن في دراسات بيت المقدس نهتم بهذا الجانب ولا نهتم بجانب على حساب جانب آخر إذن يهدف إلى التحقيق في كل الأمور المتعلقة بإقليم بيت المقدس ثانيا اكتشاف جوانبه المختلفة وفحصها وحقيقة بيت المقدس لا زال أماما اكتشافات كبيرة لنقوم بها وهذا يقوم على عاتق العلماء الشباب الذين نتوقع منهم الكثير في عملية البناء المعرفي ونحن نرابط معهم على هذا الثغر المعرفي بإذن الله تبارك وتعالى إذن أعود للتعريف واكتشاف جوانبه المختلفة وفحصها وتقديم فهم نقدي تحليلي لإطارها المرجع الجديد إذن نحن هنا نضع إطار مرجعي جديد نريد أن نفهم بيت المقدس دمنا هذا الإطار المرجعي الجديد من أجل يعني كل هذا في دراسات بيت المقدس من أجل ماذا؟ من أجل أولا تحديد طبيعة بيت المقدس إيش هو بيت المقدس؟ قلنا بيت المقدس ليس هو القدس هذه واحدة من الأمور المهمة تحديد طبيعة بيت المقدس ثانيا فهم موقعه الجيو بوليتيكي هذا البيت المقدس لها موقع جيو بوليتيكي وفنالك نظرية مهمة جدا بإذن الله تبارك وتعالى إذا تحقتم بدبلوم دراسات بيت المقدس ستدرسونها بالتفصيل بإذن الله تبارك وتعالى وفهم موقعه الجيو بوليتيكي وتأثيره تأثير بيت المقدس على بقية أنحاء العالم في الإطارين التاريخي والمعاصر والمستقبل إذن هذا هو ما نقصده بدراسات بيت المقدس وأختم هذه المحاضرة التعريفية أختم أتأمل أن أكون قد أعطيتكم صورة موجزة عن هذا المشروع المعرفي الذي بدأ قبل قرابة أو قبل ربع قرن من الزمان من مركز مركز البركة المسجد الأقصى في عام 1990 النقطة الأخيرة التي أريد أن أطلعكم عليها وهي قائمة أو أحدث البحوث في دراسات بيت المقدس وقائمة نسميها قائمة السابقون السابقون وهي أول سبعة علماء شبان في دراسات بيت المقدس أول سبعة علماء شبان في دراسات بيت المقدس كتبوا أول سبعة رسائل دكتوراه في دراسات بيت المقدس وجميعها باللغة الإنجليزية هذه الرسالة أو العالم الشاب بالأول الدكتور حيثم فتح الرطروض في عام 2002 من جامعة استراثيكلايد في إيجلاسجو في إسكتلندا بالمملكة المتحدة كتب رسالة إبداعية رسالة رائعة حول التطور المعماري للمسجد الأقصى في بيت المقدس في الحقبة الإسلامية المبكرة العمارة المقدسة على شكل المقدس وبالمناسبة الدكتور حيثم فتح الرطروض هو خبيرنا في المسجد الأقصى الذي نعود إليه في كل صغيرة وكبيرة دكتور حيثم الرطروض فرغ حياته كاملة من أجل البحث حول المسجد الأقصى المبارك العالم الشاب الثاني الدكتور عثمان إسماعيل الطل في عام 2002 من جامعة أبرتي داندي بيسكتلندا بالمملكة المتحدة كتب رسالة الدكتوراه حول الفتح الإسلامي الأول لإيلياء بيت المقدس إيلياء اسم الروماني بيت المقدس دراسة نقدية تحليلية للروايات والمصادر الإسلامية التاريخية المبكرة ولعل من إسهامات الدكتور عثمان أنه أعطانا تاريخ تقريبي للشهر الذي حدث به الفتح الفتح الإسلامي الأول على يد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه العالم الشاب الثالث الواعد الدكتور ماهر يونس أبو منشار في عام 2003 من جامعة أبرتي داندي عن رسالة الدكتوراه دراسة تاريخية لمعاملة المسلمين للمسيحيين في بيت المقدس في عهد عمر بن الخطاب وصلاح الدين مع الإشارة بشكل خاص إلى قيمة العدالة الإسلامية بالمناسبة رسالة الدكتور ماهر تم طباعتها رسالة الدكتور هيثم تم طباعتها ورسالة الدكتور عثمان إسماعيل الطل تم أيضا طباعتها وهذا العالم الشاب الدكتور ماهر يونس أبو منشار استمر في بحوثه بعد ذلك وأتحفن بالعديد من البحوث الرائعة حول العلاقة بالذات في فترة صلاح الدين ومعاملته لغير المسلمين وغيرها من البحوث الجادة والرائعة التي كتبت في هذا المجال العالم الشاب الرابع هو الدكتور محمد رسلان محمد نور من ماليزيا وأنهى رسالة الدكتوراه في عام 2006 من جامعة أبردين من جامعة أبردين في إسكتلندا بالمملكة المتحدة وكانت رسالة الدكتوراه حول أهمية بيت المقدس في الإسلام من منظور القرآن والسنة بمعنى صح بيت المقدس من منظور القرآن والسنة العالم الشاب الخامس الدكتور أمين الرشيد ياتيبان وهو بالمناسبة مدير معهد التميز لدراسات بيت المقدس في جامعة شمال ماليزيا أول جامعة تتبنى دراسات بيت المقدس في جامعة شمال ماليزيا دكتور أمين الرشيد ياتيبان في عام 2006 أيضا حصل على الدكتوراه في جامعة أبردين حول مفهوم السيادة عند المسلمين منذ الفتح الأول للمسلمين إلى نهاية العهد العباس الأول العالم الشاب السادس الذي كتب رسالة الدكتوراه الدكتور خالد عبد الفتاح العويسي في جامعة أبردين في عام 2006 وكانت رسالة الدكتوراه حول رسم خارطة بيت المقدس بيان الحدود الجغرافية لأرض بيت المقدس والأرض المقدسة والأرض المباركة والأرض المباركة والدكتور خالد حقيقة اكتشافه اكتشاف كبير وعظيم وأيضا أتبعه بعدد من البحوث التي تؤكد على هذه الحدود المباركة المقدسة لبيت المقدس وتم أيضا طباعة رسالة الدكتور خالد فهيا منشورة العالم الشاب الواعد السابع هو الدكتور رائد فتح جبارين من جامعة أبردين أيضا في عام 2006 وكتب كتابه الأحكام الفقهية المتعلقة ببيت المقدس مع التركيز على أحكام العبادات في المسجد الأقصى دراسة تحليلية مقارنة هذه أول سبعة رسائل كتبت في دراسات بيت المقدس وهؤلاء هم رواد المشروع المعرفي الذين حملوا هذا المشروع والذي هم يتولوا قيادة المشروع المعرفي وسيرافقونكم بإذن الله تبارك وتعالى في هذا المقرر تقديم بيت المقدس في الأسابيع التسعة القادمة أسأل الله تبارك وتعالى أن أكون قد وفقت في تعريفكم بالمشروع المعرفي لبيت المقدس الذي رؤيتنا له أن المعرفة تقود التغيير والتحرير لا أقول المعرفة تقود إلى التغيير لا أنا أقول أن المعرفة تقود التغيير والتحرير فإن أحببتم أن تركبوا معنا في السفينة المتجهة إلى بيت المقدس نرحب بكم فالباب مفتوح لكل من يرغب أن يرابط على الثغر المعرفي كل من يرغب أن يرابط على الثغر المعرفي كل من يرغب أن يرابط على الثغر المعرفي مرحبا به وباب المشروع المعرفي يرحب بالجميع في هذا الأمر ونتمنى منكم كخطوة أولى بعد انتهاءكم من هذا المقرر أن تلتحقوا معنا في الدورة الرابعة التي بدأت تقديم لها والتي ستنطلق الدراسة بها بإذن الله تبارك وتعالى في 1 أيلول 1 سبتمبر 1 تسعة عام 2015 أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا ويوفقكم في طريقنا نحو بيت المقدس فهذه خطوة وخطوة متقدمة نحو بيت المقدس نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا ولكم والملتقى بإذن الله تبارك وتعالى والهدف في نهاية المطاف أن نسعى إلى قيادة التغيير والتحرير ثم إلى صناعة تاريخنا المستقبلي من بيت المقدس فالتحرير هو الخطوة الأولى نحو صناعة تاريخنا المستقبلي ونحو النخضة الإسلامية الثانية ونحو الانبعاثة والانطلاق الإسلامي الثانية إذا كانت الانطلاقة الأولى قد بدأت من مكة المكرمة ومن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأن الانطلاقة الثانية والفتوحات القادمة ستنطلق بإذن الله تبارك وتعالى من مركز البركة من بيت المقدس ومسجده الأقصى المبارك استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة